بسمة، شابة تقية في الثلاثين من عمرها، تعمل معلمة بمدرسة ابتدائية خاصة، ورغم إخلاصها في عملها، إلا أنها كانت مع نهاية كل حصة، تجلس على كرسيها ورغما عنها تغمض عينيها المرهقتين، فكانت التلميذات يضحك، إلا مها التلميذة الذكية التي كانت تحب معلمتها وتدافع عنها وفي يوم وبعد انتهاء إحدى الحصص، دخلت مديرة المدرسة على بسمة، فوجدتها نائمة، وليس بالفصل سوامها، تقف خلفها في حزن وعندما انتبهت بسمة للمديرة التي سألتها عن سبب نومها الدائم بعد نهاية كل حصة، فقالت لها بسمة أنا آسفة، فأنا الإبنة الكبرى لوالدي، ولي أربعة أشقاء أصغر مني، ابنتان وولدان وقد أصيب والدي بالشلل وأنا في الثانية عشرة من عمري، وتركنا بلا مصدر دخل فبدأت والدتي في طهي الأطعمة وبيعها للجارات وأصحاب الولائم وقد تزوج أشقائي جميعا إلا أنا، فقد أصيبت أمي بالعمى ولم يتكفل بها غيري وقررت التخلي عن الزواج والعمل على مراعاة والدة الكفيفة ووالد المشلول وكلما تقدم لي عريس أخبرته بضرورة تواجدي عند والدي لساعات بشكل يومي أو حملهما معي في شقتنا لرعايتهما، فكان العريس يرحل ولا يعود فأخذت على نفسي عهدا أن أظل تحت أقدامهما حتى نهاية العمر لأكسب رضاهما، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم رضى الرب في رضى الوالدين، وسخطه في سخطهما ولذلك تجدينني بعد نهاية كل حصة أهنأ بتلك الدقائق التي أريح بها جسدي الذي لا يرتاح ابتسمت المعلمة ودعت لها بالتوفيق وفي صباح اليوم التالي فوجئت بسمة بترميذتها مها ومعها والدها رجل الأعمال يطلب منها الزواج حيث توفيت زوجته منذ ثلاثة أعوام، وأنه لن يجد أحن منها لابنته وتم الزواج وانتقلت بسمة لقصر زوجها الذي أراحها من العمل وتكفل بوالديها وأتى لها بأكثر من عاملة لمساعدتها فكانت نعم الأم لابنته ونعم الإبنة البارة لوالديها وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه وبالوالدين إحسانا إما يبلغن عندك الكبر أحدهما أو كلاهما فلا تقل لهما أف ولا تنهرهما وقل لهما قولا كريما واخفض لهما جناح الذل من الرحمة وقل رب ارحمهما كما ربياني صغيرا سيدة صالحة توفي زوجها وهي في الثلاثين من عمرها وترك لها ثلاثة أبناء بنتا وولدين فأفنت شبابها ومالها في تربيتهم حتى تخرجوا جميعا من الجامعات وتزوجوا وظلت وحدها في البيت وعمرها خمسون عاما فقد سافر الإبنان مع زوجتيهما خارج البلاد وكانت ابنتها تزورها مرة كل شهر وكانت الأم تحزن عندما ترى صور ابنتها وأبنائها في مواقع التواصل الاجتماعي وهم في رحلة أو في مناسبة دون أن تدعوها للوجود معها وكانت الإبنة تبرر ذلك بقصد راحتها أما ابناها فكانت الأم لا تعلم عن أمر سفرهما هما وزوجاتهما وأبنائهما إلا حين يصلان إلى البلد الذي سافروا إليه ويتصلان بها ليخبرها باسم البلد الذي وصل إليه ويسألها إن كانت تريد شيئا فكانت تقول لهما في كل مرة لا أريد منكما إلا أن تشعراني بقيمتي في حياتكما فلو كنت عجوزة متعبة أسير بصعوبة نعذرتكما لكنني وبفضل من الله أتمتع بصحتي وعافيتي فلماذا تحرماني من قضاء تلك الأوقات الجميلة برفقتكما ورفقة أبنائكما وفي أحد الأيام مرضت الأم فلم تجد إلا أختها بجانبها فأوسطها بعدم إخبار أبنائها بمرضها حتى لا ينزعجوا ولكن الأخت من حزنها اتصلت بأبناء الأم جميعا وأخبرتهم أن أمهم سوف تتزوج فثار الجميع وتساءلوا بغضب كيف تتزوج وهي في الخمسين من عمرها وبعد أيام وبعد أن شفيت الأم فوجئت بأبنائها الثلاثة يأتون إليها وفي عيونهم نظرات الغضب وقالوا لها لماذا يا أمي تريدين إحراجنا واستهزاء الناس بنا لماذا تتجاهلين وجودنا وتقررين الزواج في هذا العمر نظرت الأم لأبنائها في دهشة وقبل أن ترد قالت لهم خالتهم أمكم لا تعلم شيئا عن إخباري لكم بزواجها لقد اخترعت هذه الحيلة حتى تأتوا إليها وتسألوا عنها بعد أن زاد جحودكم ونسيتم وصية الله بها وقول رسوله الكريم رضى الرب في رضى الوالدين وسخطه في سخطهما اعتذر الأبناء لأمهم وأصبحوا يدعونها في كل مناسبة لتكون معهم كما أخذها ابنها الأكبر للحج وحاول الجميع إسعادها وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه وبالوالدين إحسانا إما يبلغن عندك الكبر أحدهما أو كلاهما فلا تقل لهما أف ولا تنهرهما وقل لهما قولا كريما واخفض لهما جناح الذل من الرحمة وقل رب ارحمهما كما ربياني صغيرا سيدة شابة حامل في شهرها الثامن كانت تقف وتنتظر الحافلة ومعها شيخ كبير في السن فتوقف لهما شاب صالح بسيارته رحمة بهما من زحام الحافلات وبعدما ركب بالكرسي الخلفي للشاب سألهما عن المكان الذي يريدانه فقالت له السيدة أقرب مستشفى حكومي بطريقك كان وجه السيدة الشابة يملأه الحزن وكانت شاردة التفكير والقلق يسيطر عليها وفوجئت بالرجل العجوز ينظر إلى بطنها بفضول ويسألها في أي شهر أنت وهل هذا أول حمل فنظرت إليه بحزن عميق وقالت له في الشهر الثامن وهذا أول حمل لي قال العجوز لا داعي لكل هذا الخوف سيكون كل شيء على ما يرام ولكن يبدو أنك تمرين بفترة عصيبة لماذا زوجك ليس بجانبك حاولت السيدة السيطرة على دموعها ثم قالت له لقد هجرني قبل أربعة أشهر لأنني تمسكت برعاية أبي المريض بعد أن أهمله أخي الأكبر منذ عام وتركه وسافر سألها العجوز هل وجدت والدك سندا قويا الآن كما كان في صغرك نزلت الدموع من عيني السيدة وقالت نعم حتى وهو في حالته تلك حيث لا يتذكر من أكون كان الشاب يستمع لحوارهما وهو في غاية التأثر والتعاطف مع السيدة حتى وصلت السيارة لأقرب مستشفى حكومي فشكرته السيدة وطلبت منه التوقف ثم أمسكت بيد الرجل العجوز وقالت له هيا بنا يا أبي لقد وصلنا وسامحني لأنني لا أستطيع علاجك بمستشفى خاص هنا صعق الشاب وترقرقت الدموع من عينيه ثم قال للسيدة بارك الله في برك أرجو منك عدم النزول واسمحي لي بالتكفل بعلاج والدك على نفقتي عند أهم الأطباء والمستشفيات وسأكون خير أخ لك حتى يتم شفاؤه بإذن الله والله لقد خرجت اليوم ولا أعلم إلى أين أذهب حتى رأيتكما وقد انشرح صدري تماما عند ذلك أعطني هاتف زوجك وسأحاول إعادته لكما والقيام بواجبه تجاهكما ظلت السيدة تدعو للشاب وهي تبكي وعندما زادت دموعها طلب منها التوقف عن الدعاء فذكرته بحديث النبي صلى الله عليه وسلم من صنع إليكم معروفا فكافئوه فإن لم تجدوا ما تكافئونه فادعوا له حتى تروا أنكم قد كافأتموه وأنا لا أملك لك إلا الدعاء وقضى ربك أن لا تعبدوا إلا إياه وبالوالدين إحسانا إما يبلغن عندك الكبر أحدهما أو كلاهما فلا تقل لهما أف ولا تنهرهما وقل لهما قولا كريما واخفض لهما جناح الذل من الرحمة وقل رب ارحمهما كما ربياني صغيرا ترجمة نانسي قنقر